إذن إجراءات صار ما يقوم بها لبنان للتصدي للتفشي الكبير لإصابات فيروس كورونا خلال الفترة القليلة الماضية وأعلن لبنان عن القيام بإجراءات أو بالنسبة للإغلاق التام وذلك بداية من الرابع عشر من يناير الجالي إلى غاية الخمس عشر من يناير وذلك إقفال سيكون لمدة أربعة وعشرين ساعة بالنسبة هذه الأخر القرارات وتقليص حركة المسافرين في مطار بيروت بما نسبته عشرين في المئة هناك إجراءات تقوم بها مثل الحجر الصحي في فندق لمدة أسبوع لبعض الدول القادمين من هذه الدول لدينا بغداد إسطنبول وأضانا وقلقاهرة أدي سببا ولكن الجنسيات الأخرى سيتم الحجر لمدة ثلاث أيام فقط ما هي بيانات كورونا وأين وصلت الأعداد في لبنان خلال الفترة الماضية عدد الحالات في يوم واحد وفي يناير من هذا الشهر وصلت إلى ما فوق مساوية الخمس تلاف حالة وهذا رقم قياسي لم يسجله لبنان من قبل إجمالي عدد الوفيات وصل إلى ألف وستمائة وتسعة وعشرين حالة إذن الوفيات هي الأكثر عندما تتجاوز السن من تجاوز السن التسعة وسبعين بنسبة أربعة وستة وستين عدد الوفيات في الثامن يناير فقط وبهذا تصل عدد الإصابات الإجمالية في لبنان إلى ما فوق مستويات المائتين وعشرين ألف إصابة في لبنان بالنسبة لقطاع الصحة هناك لدينا بالنسبة للأسرة متاحة فقط الآن قرابة أربعة وعشرين في المئة وتحت الإشغال لدينا ما فوق مستويات ستة وسبعين في المئة حتى الثامن من يناير بعد تسجيل هذا هذا الانتقال الكبير في عدد الإصابات عدد الإجمالي للأسرة للعناية المركزة وصل خمسمائة وستة وتسعين ومعدل الإشغال تجاوز ثمانية وثمانين في المئة متوسط الحالات الإيجابية في لبنان وفي آخر خمسة عشر يوما من هذا الشهر ومع بداية العام الفين واحد وعشرين الإصابات بلغت قرابة مثل ما تحدثنا أربعة عشر ألف وكذلك شهدنا محليا وصلت إلى خمسة عشر في المئة هذه التحاليل الإيجابية لو قارناها مع التحاليل الإيجابية عالميا وبالمجمل وصلت إلى أربعة عشر في المئة بالنسبة للحالات الإيجابية في لبنان إذن هي متقاربة مع لما قارناها عالميا ما هي أبرز التصريحات حول كورونا وحول وضع كورونا في لبنان لدينا التطعيم قال بأن التطعيم سيكون مجاني للسكان في لبنان وذلك بحلول فبراير 2020 وهو الخاص ببايونتك وفايزر ومستشفى الحريري الحكومي قال بأن المستشفيات وصلت إلى قدرتها الاستعابية عالية نقيب الأطباء ألقى اللوم على الشعب اللبناني وقال بأنه يدفع الثمن وذلك للاستهان بوضع الاستهانة بوضع كورونا وكذلك الوضع الخطر الذي يتعرض له المصابين بفيروس ورجائحة كورونا في أول يوم من الإغلاق شهدنا من ناحية الاقتصاد اللبناني شهدنا ارتفاع صرف الليرة في السوق السوداء بحجم 100 ليرة مقابل الدولار ولكن تراجعات طالت الليرة قرابة سنة أكثر من 54% من التراجعات رئيس أو نقابة مستوردي الأدوية قال بأن هناك عدم كفاية في بعض الأدوية الخاصة التي يتم استرادها من الخارج أما بالنسبة لانتحدثنا بالمجمل عن الاقتصاد اللبناني فهو تعرض إلى ضغوط كبيرة خلال العام 2020 الانكماش وصل إلى مدون 25% تضخم كذلك ارتفع على مستوى 85% أما العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي تجاوز 27% ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر